الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلواته ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين تحدثنا في اللقاء السابق عن تعريف أسباب النزول من حيث بيان المراد بالسبب والنزول ثم التعريف الاصطلاحي لأسباب النزول وذكرنا بأن المؤلف الشيخ مناع القطان عرفه بقوله ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه كحادثة أو سؤال وأشرنا إلى المقصود بهذا التعريف وأن هذا التعريف يدل على أن سبب النزول إما أن يكون حادثة تقع فينزل بسببها قرآن وإما أن يكون سؤالا يوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي الجواب في القرآن فيكون هذا السؤال هو سبب نزول هذه الآية اليوم نتكلم عن مسألة مهمة وهي طريق معرفة سبب النزول كيف نعرف أسباب النزول بالنسبة لنا وبالنسبة للعلماء الذين قبلنا ما الطريق إلى معرفة أسباب النزول كيف نصل إلى أسباب النزول هذه المسألة تكلم عنها العلماء وبينوا بأن طريق معرفة سبب النزول هو النقل عن الذين شاهدوا التنزيل لأن سبب النزول هو قصة وقعت حادثة وقعت أو سؤال سؤال الذي يعرف هذه الأمور هم الذين كانوا يعيشون في تلك المرحلة ويعاينون هذه الحوادث فينقلونها إلى من بعدهم فطريق معرفة أسباب النزول أيها الإخوة الكرام باختصار هو النقل بمعنى أنه لا مجال للرأي فيه لا مجال لي كقارئ متأخر أن أقرأ الآية فأقول إنها نزلت لسبب كذا أو في شأن كذا لأنني لم أشاهد النزول وعاصر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هذا خلاصة ما يمكن أن يقال في هذه المسألة أما التفصيل فقد بيّن الشيخ مناء القطان في كتابه تحت عنوان ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول ما يعتمد عليه في معرفة سبب النزول قال تحت هذا المبحث والعلماء يعتمدون في معرفة سبب النزول على صحة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معوان الصحابة فإن إخبار الصحابي عن مثل هذا إذا كان صريحا لا يكون بالرأي بل يكون له حكم المرفوع ثم نقل قول الإمام الواحد وهو من أول من كتب في أسباب النزول كما سيأتي قال لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلب قال المؤلف في الطلب لعلها في الأصل والطلب يعني جدوا في طلب هذه الأسباب لأن الصحابة رضي الله عنهم خاصة من اشتهر بعلم القرآن وما يتعلق به كانوا حريصين على معرفة أسباب نزول الآيات والوقائع التي نزل في شأنها القرآن ثم قال المؤلف وهذا هو نهج علماء السلف فقد كانوا يتورعون عن أن يقول شيئا في ذلك دون تثبت قال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادا ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن يعني ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن يعني في الأسباب التي نزل في شأنها القرآن وهو يعني الصحابة وإذا كان هذا هو قول ابن سيرين وهو من أعلام علماء التابعين تحريا للرواية ودقة في النقل فإنه يدل على وجوب الوقوف عند أسباب النزول الصحيحة ولذا يقول المؤلف فإن المعتمد من ذلك فيما روية من أقوال الصحابة ما كانت صيغته جارية مجرى المسنت بحيث تكون هذه الصيغة جازمة بأنها سبب النزول يعني الصيغة الصريحة وسيأتي معنا أن الصيغ الصريحة هي أن يقول سبب النزول كذا أو حصل كذا فنزلت الآية فأنزل الله كذا فهذا الذي يكون بهذه الصيغة صريحا في الصيغة السببية وصحيحا إلى الصحابة فإنه يقبل والصحابة هم الذين نقلوا لنا أسباب النزول يأتي سؤال هنا وهو هل يقبل قول التابعي في سبب النزول ذكر المؤلف أن السيغة أشار إلى هذه المسألة فقال المؤلف وذهب السيوطي موجود عندك في الكتاب إلى أن قول التابعي إذا كان صريحا في سبب النزول فإنه يقبل ويكون مرسلا إذا صح المسند إليه وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير واعتضد بمرسل آخر ماذا يؤخذ من قول السيوطي هذا يؤخذ من قوله إلى أنه طبعا قول الصحابة يقبل بلا إشكال إذا صح وكانت الصيغة صريحة هل يقبل قول التابعي طبعا الصحابي هو الذي رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وأسلم وآمن به التابعي هو الذي أدرك الصحابي يعني أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أنه إذا لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فلم يشهد نزول القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم ينزل قرآن بعده عليه الصلاة والسلام فمعنى ذلك أن التابعي لم يشهد نزول الآيات فهل يقبل قوله في أسباب النزول السيوطي رحمه الله أشار إلى هذه المسألة بكلام الذي قرأته قبل قليل يؤخذ من كلام السيوطي رحمه الله أن قول التابعي يقبل في سبب النزول بشروط أربعة الشرط الأول أن يكون قوله صريحا في السببية صريحا في سبب النزول كان يقول سبب نزول الآية كذا أو حصل كذا فأنزل الله كذا الشرط الثاني أن يصح قوله إليه أن يكون القول صحيحا الشرط الثالث أن يكون القائل من أئمة التفسير من التابعين الذين أخذوا عن الصحابة لأن التابعين ينقسمون إلى إقسام خاصة في التفسير فمنهم أئمة كبار ولذلك قال وكان من أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب هؤلاء من أئمة التابعين والحسن فهؤلاء أخذوا عن الصحابة هذا الشرط الثالث الشرط الرابع واعتضد بمرسل آخر يعني ليس قولا لتابعي واحد وإنما اعتضد بقول تابعي آخر فصار عندنا أربعة شروط إذا توفرت هذه الشروط فيقبل قول التابعي في سبب النزول ولكنه ماذا؟ ولكنه مرسل مرسل وتعلمون أن المرسل هو ما سقط منه الصحابي وفي الجملة كما درستم وتدرسون وتعلمون في علوم الحديث أن المرسل كقاعدة عامة أن المرسل من أنواع الحديث الضعيف لسقوط الصحابي فيحتمل أن يكون التابعي قد أخذه من غير الصحابي لكن هنا وقد نبه على هذه المسألة الإمام شيخ الإسلام التيمير رحمه الله في مقدمة في التفسير إذا تعددت الطرق تكاثرت أو اعترض المرسل بمرسل آخر وكلاهما صحيح والقائل في كل مرسل من أئمة التابعين فإن هذا يتقوى بهذا ويرتقي إلى درجة القبول لأن الغالب إذا حدث شخص عن حادثة وقعت من طريق وجاءنا الخبر إليه من طريق وحدث تابعي آخر عن حادثة وقعت من طريق آخر ولم يشهد هذا أو لم يلتقي هذا مع هذا وإذا زادت الطرق زاد زادت القوة فإنها يعبد بعضها بعضا وتقبل هذا كقاعدة عامة وإلا فالأصل أن كل مثال يدرس بحسبه وينظر إليه وحده لكن كقاعدة عامة نقول هذا وأرجو أن تكون هذه المسألة قد اتضحت ولعل هذه المسألة هي التي دعت الإمام شيخ الإسلام التيمير رحمه الله إلى الحديث عن قضية المرسل والتوسع فيه في مقدمته في التفسير حيث تكلم كلاما طويلا عنه وذكر أن القواعد الحديثية أحيانا ليست قاعدة على كل شيء وإنما هناك بعض الأمثلة ينظر إليها بحسبها وهذه مسألة كان يعتني بها المتقدمون ولذلك قد ينظرون إلى حديث في إسناده من حيث الظاهر إشكال ويقبلونه لأنه اعترض بأشياء وكان هناك قراءة معينة ارتقت به لدرجة القبول وقد ينظروني أحيانا إلى بعض الحديث والإسناد فيها صحيح واضح ظاهرا لكن يعلونه والسبب أن هناك أشياء خفية يعرفها أئمة التفسير فالقاعدة عند المتقدمين هي النظر في كل مثال بحسبه والحكم عليه حكم يناسبه لكن تقتضي حاجة العلم إلى التقعيد وإلى ذكر قواعد عامة فالشاهد حتى لا نطيل في هذه المسألة هي أن قول التابعي في سبب النزول يقبل بالشروط الأربعة المذكورة نعيدها أن يصح إليه أن يكون صريحا في السببية أن يكون من قول أئمة التفسير الذين أخذوا عن الصحابة ثم أن يعتضد بمرسل آخر فإذا كان كذلك فيقبل قوله فيصير عندنا أن ما يعتمد عليه في سبب النزول طريق معرفة سبب النزول هو النقل عن الصحابة رضي الله عنهم طبعا هم الذين ينقلون الأسباب ويروونها سواء ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بقول أو فقط ذكروا الحاجثة وكذلك ما جاء عن التابعين بالشروط السابقة الأربعة التي ذكرناها لكم قال المؤلف عندكم قال وقد أخذ الواحد على علماء عصره تساهلهم في رواية سبب النزول ورماهم بالإفك والكذب يعني طبعا بعضهم ليسوا كلهم وحذرهم من الوعيد الشديد حيث يقول وأما اليوم فكل أحد يخترع شيئا طبعا هو في القرن الخامس تقريبا ويخترق إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد للجاهل بسبب الآية وهذا يدل على أن السبب لابد أن يكون طالب العلم معتنيا به حريصا على معرفته أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا هداة مهتدين هذا ما يتيسر في هذا اللقاء تكلمنا فيه عن فقرة من فقرات المقدمات في أسباب النزول وهي الطريق معرفة سبب النزول نتناول في اللقاء القادم إن شاء الله تاريخ أسباب النزول وأيضا نذكر مصادرها ثم أهمية أسباب النزول وعناية العلماء بها والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين